اشتركوا في القناة اذا ما سمعت عن هذا الكتاب شوف الفيديو اللي شرحت فيه مقدمة عن هذا الكتاب في علامة الاي بالاعلى ندخل الان في الفيديو اذا عزائي هذه هي القائمة الخاصة بالنوت طبعا مو شرط تتقيد بهذه الرموز ولكن اللي حاب يعني رموز جاهزة بيلقى هذا الرموز جاهزة واللي حاب يخترع الرموز من عنده ما في اي مشكلة طيب الكلمة الاولى refer to equal with the same جميع هذه المترادفات ورمزها هو اليساوي الكلمة الثانية like love heart الرمز القلب problem pr ob او نحذف ال o علامة التعجب termos للعلامة الاي الموجودة في كلمة important او interesting people او human جميعها مترادفات واختصارها ppl طبعا هذه الاحرف تستخدم في chatting more طيب ليش انا وضعت المترادفات لانه ممكن ما نسمع refer to ممكن نسمع equal to او ممكن نسمع same فاول ما نسمع مترادفات لهذه الكلمة او اي كلمة اخرى نضع الرمز الخاص المناسب لها فهنا people او human human being في النهاية رمزها ppl طيب كلمة with w معها slash without w وجنبها x ايش معنى x ال x ينفي ما قبله يعني لا يوجد او without تمام opposite ops عندنا هنا isn't doesn't can't don't كلها x ناخد على هذه المثال لو مثلا قال لنا احمد isn't home فانا اكتب am h اللي هي احمد بعدين hm اللي هي home وجنبها x ايش معنى هذا الكلام احمد is not home الان نيجي لهذا الحرف اللي هو حرف t يرمز للمواضيع المتكررة احيانا المتحدث يكرر مصطلح مثلا لو كان المحاضر يتكلم عن موضوع climate change تمام فالclimate change اختصارها c l c h فالمحاضر طبيعي جدا انه يكرر المصطلحات خاصة اذا كان موضوع lecture and climate change فانت من باب انك تختصر على نفسك مو كل مرة تكتب c l c h خلاص اي الفاظ متكررة ومصطلحات نحط لها حرف t او ممكن انت تختار اي حرف ثاني او رمز ثاني انا عن نفسي اخترت حرف t انت ممكن تتقيد بهذا الجدول فيصير كل ما تكرر مصطلح نحط حرف t حتى اقدر اختصر على نفسي وما انشغل بالكتابة عشان اقدر الاحق واسمع بقية الكلام واستوعبه don't agree wrong not no كلها x dangerous هذا الرمز اللي يرمز لشيء خطير علامة البرق history HST والشجرة ترمز لكلمة tree forest money علامة dollar choices او option علامة نقطتين ليش لانه عندنا اكثر من شيء واحد فاحنا مخيينين النقطة هذه او النقطة اللي جنبها hypothesis H Y P theory علامة المربع او الشباك waste of money W dollar النجمة ترمز للسماء والنجوم علامة عدم المساواة واضحة من كلمة different not equal increase many lots most long كلها تقريبا نفس المعاني وترمز الى السهم الاعلى طيب واكسها بالتمام اللي هو decrease little few short low سهم يرمز الى الاسفل contain علامة ينتمي طبعا العلامة هذه ما رح يفهمها الا الاشخاص اللي درسوا علمي contain يعني ينتمي او درسوا رياضيات وعلامة O ترمز الى الكرة الارضية الكوكب العالم ودائرة وممكن القمر city حرف C و T building و street و room كلها نفس الشكل building ممكن يكون مربع وكذلك street ممكن يكون بهذا الشكل والغرفة ايضا وحرف Z يرمز ل that قريب من النطب يعني حتى من باب التسهيل انه نكتب بسرعة حرف واحد that طيب four رقم اربعة school scl change و variation و difference كلها علامة مثلث ليش؟ لانه ايضا هذه من ضمن الرموز اللي اخذناها في المواد الدراسية وهي ترمز الى delta أو التغير أو change كلمة U حرف U should اختصارها هكذا location loc waste of time wt ولو نلاحظ هنا wt شبيه ب w dollar معناها waste of money و هنا waste of time تمام؟ حتى يسهل علينا ربط الاختصارات يسهل علينا تذكرها ايضا should not be should not be اختصارها should زي هذه اللي فوق b اللي هو حرف b العلوية طبعا nat لو نرجع لو نرجع هنا نلقاها هذه هي x not تمام؟ او no او wrong فاضفناها هنا should not be area او space كلها نفس المعاني اختصارها a after f tr لانه a وال f تنطق f يعني تقريبا نفس النطق عندنا freshman fm best او better ليش اخترنا هذا السهم؟ لانه السهم هذا يرمز الى الارتفاع والافضلية وهكذا وعكسها تماما كلمة worst او worst او bad هذا السهم يرمز الى الاسفل او اي شيء يعني سيء وغير جميل طيب need nd qt exam طبعا مع بعض اختصرت الى x طيب m x they they لو نلاحظ انه the the الحالها z زي ما ذكرناها هنا بالاعلى طيب why و اضفنا فقط هنا y based on او upon علامةها beta moment اختصار لكلمة mnt number اختصارها no و كلمة no بالانجليزي معناها رقم no معناها رقم لذلك اختصرناها بكلمة no teacher هذه الاحرف طبعا علامة السجما يرمز الى المجموع او كل total وهكذا طيب كلمة today او nowadays او now او حاليا اختصرناها الى today 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 طيب كلمة always او forever او لا محدود او دائم علامة infinity هذه العلامة ايضا اخذناها في احد المواد الدراسية وهي الرياضيات ترمز الى الاستمرارية طيب مؤقت او محدود نفس العلامة ولكن الدائرة الاخرى غير مغلقة وهذا يرمز الى شيء مؤقت طيب الفوائد المميزات صحين تحت بعض ونحاول نفرق بين الصحين اللي تحت بعض والصح الواحد اللي هو right and correct طيب هنا something اختصارها s t h هذه الكلمة تستخدم في الـ chatting طيب كلمة خطأين تحت بعض عكس هذه تماما طيب كلمة there لو نلاحظ انه كلمة ذا لحالها مثل ما اخذنا بالاعلى معناها حرف z او رمزنا لها بحرف z طيب الـ i و الـ r اختصرت الى r فقط there تمام حرف n يختصر الى حرف n فقط situation هذه النجمة طيب behavior اختصرناها الى هذه الاحرف known familiar famous الى هذا الرمز عكسها تماما النون unfamiliar غير معروف عكسها تماما ايضا في الرمز كلمة r اختصرناها الى حرف r process prs phenomenon هذه الاحرف الساكنة من هذه الكلمة طيب انواع او types kinds كلها نرمز لها الى spc طيب impacted by او influence او effect هذه العلامتين زائد و ناقص next following اختصرناها الى n xt which الى هذه الثلاث الاحرف الساكنة axis اختصرنا ال a وال x مع بعض الى حرف واحد x لانه حرف ال x ننطق فيه حرف a ايضا طيب axis axis in front of n f r n f r or describe هذه الاحرف الساكنة or هذه العلامة اخذناها في رياضيات وترمز الى او ترمز الى الكلمة او طيب causes c z causes اختصار للكلمة causes win w n true رمزها t false رمزها f plant اللي هو النبات يرمز الى هذا الرمز طبعا الرمز هذا اللي ما هو عارف ايش هذا الرمز هذا الرمز عبارة عن ساق النبات وهنا ورقة من ورق النبات وهنا ايضا في الجهة الاخرى طيب اللي هو البيض هذه العلامة relationship يرمز بهذا الرمز وكذا نكون انهينا هذه الكلمات وهذه الرموز طبعا اذا حفظتوا هذه الكلمات بشكل جيد باذن الله تعالى راح يكون اخذ النوتس امر سهل جدا باذن الله طبعا هذه النوتس اخذناها واعتمدناها لان هذه النوتس هي الاكثر تكرارا في الاختبار طبعا حضرناها ووضعناها اثناء مذاكرتنا للتوفل انا واخي محمد وبكذا نكون انهينا الفيديو اشكركم على حسن الاستماع لا تنسى تنشر الفيديو في كل مكان وتسوي لايك وتكتب تعليق جميل الفيديو القادم ان شاء الله ناخذ حل عملي كيف ناخذ نوتس اثناء الاستماع للليسنينج وحاولوا تتدربوا على هذه النوتس حتى يسهل عليكم تطبيقها مباشرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته